الحكاية بقى الأولى أو اللي بدأت بيها حلقة النهاردة في المقدمة هي اختبارات الناشئين في أندية مصر كل موسم بيحصل أزمة بتحصل مشكلة بتحقي الناس كتبع على السوشال ميديا وتشوف صور وأطفال بتبكي وتشوف معاملات مش جيدة وتشوف ألاف الأطفال بيتدربوا في وقت واحد في الاختبارات وتشوف الناس مش مؤهلة من المدربين هما اللي بيبصوا ويرقبوا وتشوف حاجات سلبية كثيرة جدا في موضوع إن الأطفال وأولياء أمورهم بيستنوا من الموسم للموسم عشان يودوا أطفالهم يختبروا في أندية مصرية لعلّا وعسى يبقى نجمي كبير زي نجوم كتيرة مصرية زي محمد صلاح اللي بقى دايما هو النموذج اللي كل الأطفال بتلعب أو بتحاول توصلوا فتلاقي إنه لأ الموضوع حزار الموضوع بقى استثماري أكتر إحنا هنلم فلوس استثمارات ألاف الأطفال بييجوا اضرب في 100 ولا 150 جنيه فالنادي دا هو تيكسب شوية فلوس حلوة وفي الآخر ما ياخد شوية واحد من دول ولو خد هياخد بعض كل اللي هقوله دوات بنقصين بعض مش بعمم فتلاقي مثلاً إنه اللي بيتاخد في الآخر هو اللي بيتاخد بالتليفون بيتاخد بالمجاملة بيتاخد بالمحسوبية بيتاخد بالوسطى ممكن ما يبقاش مؤهل ففي النهاية اللي بيحصل إيه إن الكران مصرية نفسها ما بتاخدش الأطفال الموهوبة فبتاخد الأطفال فيها مجاملة فالنادي المنتخبات بيبقى الموضوع كله مفتح على بعض أنا بقى كل ده مش شغلني أنا شغلني جزء إنساني كبير جداً طفل عنده 8, 9, 10, 11, 12, 13 سنة رايح وعنده حلم كل اللي حواليه بيقولوله انت لعيب كويس فيروح يلاقي نفسه نازل وسط مئات الأطفال لحد شايفه بشكل كويس لحد اختاره لحد قاله انت ممكن لحد قاله حتى تعالى السنة الجاية لا انت مش بقى انت بر وهو نفس الطفل ده وهو بيتدرب شاف طفل تاني مش موهوب فحد قاله انت مكمل معانا هذه الصدمة هذا الإحباط الكبير ده يؤثر إنسانياً لنهاية العمر فأجماعة ما تستصغروش الموضوع أنا أكلم الناس القائمين عن قطاعات الناشئين في الأندية مسؤولين الأندية مسؤول الأندية لهم دور كبير جداً انت بترائب ولا ما بترائبش انت بتختار المدربين المؤهلين ان هم يختاروا أطفال زي دول ولا لأ انت كنادي لما بتدخل مئات الأطفال مع بعض هدي فرصة انك تعرف تشوفهم كويس ولا لأ والله الحكاية دي أنا النهاردة قلت هفتحها مع حضراتكم واشتغل عليها وهكمل فيها عشان الموضوع إنسانياً شوف أنا مش مكلمك بقى قد إيه مصر الكرة المصرية ورياضة المصرية بتخسر مواهب كثيرة بسبب ده بسبب ده في نفس الوقت عشان أبقى أمين وأنا بدأت الكلام بتاعي ببعض ببعض الناس اللي بتشتغل بطريقة خاطئة أصبح في مصر الآن هناك أندية بتعمل ده بطريقة متطورة جداً بطريقة محترمة جداً بطريقة بين كوسين كده فيها ضمير يا جماعة ده الأطفال اللي بيجوا دول أطفال وأولئة أمورهم عندهم أحلام كثيرة طفل كسرة النفس دي ده احنا يعني أنا عارف أنها ببسط لك الموضوع قوي هو ينفع يكبر قوي وإزاي مصر بتخسر مواهب بالجملة بس يا أخي أنت بتخسر بخاطئة هتبدل طول عمره مع أدو طول عمره حد ما يكبر يعني فبمناسبة أنه فيه اختبارات دلوقتي في كثير من الأندية شوية ضمير بس من الكل بقى شوية ضمير من الكل والناس اللي بتشتغل كويس الناس اللي بتشتغل بضمير ياريت نبص لها ونشوفها ونرقبها وياريت نعمل من النموذج ده بصراحة عشانا بقى أمين يعني ترجمة نانسي قنقر